بداية ثوران بركان جديد في الفلبين اليوم تم رصد ثوران مدفوع بالبخار في جبل بناتوب بالفلبين هذا الثوران مدفوع بالبخار تم رصده اليوم الثلاثة في أحد البراكين النشطة شمال العاصمة الفلبينية منيلا وفقا للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل مما دفع الخبراء إلى إصدار تحذير من الذهاب إلى هذه المنطقة وأعلن معهد في فوليكس أنه يجري تقيما لتحديد حالة التأهف في محيط جبل بناتوبو وهي حاليا عند أدى مستوى لها السفر لحين الحصول على بيانات أخرى بعد انفجار ضعيف تم تسجيله بعد الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش وقال المعهد وهو هيئة حكومية في مذكرته ينبه الجمهور إلى أن الإحجام عن المغامرة في محيط بركان بناتوبو هذا الوقت وتم توقيه النصيحة لوحدات الحكومة المحلية بمنع الدخول إلى فوهة بركان بناتوبو لأنه من الممكن أن تحدث انفجارات سطحية حرارية مثل تلك التي وقعت اليوم دون سابق إنذار وتحدث الانفجارات التتفقية بسبب المياه الجوفية الساخنة والمتمددة كما حس المعهد وحدات الحكومة المحلية والسكان حول بركان بناتوبو الذي يقع في منطقة الحدود الخاصة بأقاليم زنباليس وتارالاك في شمال البلاد على الاستعداد للطوارئ وقال في تحذير بنان على التقارير المرئية لعمود من الدخان والزلازل واكتشاف موجات تحت صوتية ورصدها بالأقمار الاصطناعية يؤكد المعهد حدوث ثوران تدفقي في بركان بناتوبو وأوضح المعهد أن الحدث جاء مدفوعا على الأرجح بعمليات حرارية مائية ضحلة تحت الجبل مشيرا إلى أنه كان هناك نشاط زلزالي منخفض للغاية وتغير ضئيل في المؤشرات الأخرى قبل الثوران يعتبر آخر ثوران بركاني كبير لجبل بناتوبو والذي وقع عام 1991 ثاني أكبر ثوران بركاني في القرن العشرين وأدى الانفجار البركاني بحياة أكثر من 300 شخص لكن العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى أكثر من 700 حالة وفاة بسبب الأمراض التي انتشرت في ملاكز الإجلاء والتدفقات الطينية أثناء هطول الأمطار الموسمية يبدو أننا مع ثوران بركان جديد سلم يا رب سلم شكرا جزيلا دمتم في أمان الله